السلام عليكم مع تريكة جديدة من تريكات الاوتوكاد. اه طبعا الصورة اللي قدام حضرتك دي ازاي تعملها بالاوتوكاد? بمعنى ان انت حضرتك ازاي ملعب بالشكل ده? ازاي تحطه النجيلة بتاعته? وازاي تحط موكت حوالين الملعب? وازاي كمان تحط اعلانات هنا. اول تفكير هيجي عندي دلوقتي ان انا اعمل من الصورة دي. ابدأ اسجله هنا كده بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا دي مش احسن طريقة ممكن حضرتك تعمل بيها. هقولك انا بقى على طريقة وفعلا هي لان الامر اسمه تعال مع بعض ننفذ الامر الاول اخد نسخة من الملعب اللي قدام يدون بس من غير الخطوط الداخلية. ناخد اللي على يمين ده وتعالى نشوف ازاي نعمل اه الامر حضرتك هتلاقيه جوه اه 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 ادي الامر او حضرتك تكتب على طول مباشرة سوبر هيجي معك سوبر هاتش هتدوس معنا الامر اه سوبر هاتش. معنا ايه ده? معناها ان انا ممكن املأ اه مساحة اه بصورة او ببلوك او كل دول حضرتك ايه تقدر حضرتك تعملأ بهم المساحة اللي انت عايزها. انا هركز دلوقتي ازاي نعمل سوبر هاتش بامج. وحضرتك ممكن تجرب الباقي. فهنا في حاجة اسمها سيليكت اجزيستنج. اجزيستنج يعني لو فانا هختار الصورة دي فانا هقول له دي اه سيليكت اجزيستنج. اختار الصورة اللي قدامي دي. واحدد له المساحة اللي انا احط نقطة جوه المساحة اللي انا عايز اا اا اعملها بالصورة. وندوس انتر. مباشرة يجي حضرتك الصورة متكررة زي ما حضرتك شايف كده. اهي. طيب تعال انا نعمل الايه المستطيل الايه الخارجي دوان. المساحة الخارجية. نخليها باللون المكت الاحمر. هندوس على الامر برضو سوبر هاتش. نختار اه اجزيستنج سليكت اجزيستنج. واختار الصورة دي. ونختار نحط نقطة في المنطقة ديا. وندوس انتر. مباشرة زي ما حضرتك شايف كده. تبدأ تتميلي بالصورة او بالمكت دوان. حضرتك تختار الهاتش التهشير. وتدوس على هوم. ونبدأ نحط لها لون مناسب للايه لون المكت اللي قدامنا ده. يبقى قريب منه بحيث ما تبانش الحدود ما بين الايه الصور وبعضها. اوكي? دوس اسكيب. ادي الايه المكت. خليناه داير ميدور الملعب بتاعي. جميل جدا. طيب انا عايز اعمل هنا بقى ايه? النجيلة بتاعتي. عايز احط النجيلة هنا. ندوس الامر برضو اه جوه ندوس سوبر هاتش. نختار سليكت اجزيستنج. ونختار ايه? النجيلة دي. الصورة بتاعت النجيلة دي. ونختار النقطة نقطة داخل المساحة اللي انا عايزها تتميلي بالصورة. وندوس انتر. بقت اه اتملت بالصورة بتاعت دي. نختارها جميلة جدا والله. نختارها وندوس ونختار لون مناسب للنجيلة دي. اهو. بحيز تبقى الفواصل ما بين الصورة والتانية مش واضحة. طيب بعد جدا ناخد نسخة من الملعب بتاعي ده. نعمل للمنطقة دي كلها. اهي. وندوس انتر. نختار النقطة دي من هنا. ونوديها هنا. اهو. بقى الملعب معايا اهو متحدد. خطوط الملعب اتحددت. لو الخطوط دي مش واضحة. خطوط الملعب مش واضحة معك. حضرتك هتختار التهشير. اخترنا التهشير. وتدي وتقول له ايه? تقول له send to back. send to back. بمعنى ان يخلي كل التهشير ده في الخلف. اه في الخلف وبالتالي الخطوط تبقى في الامام. ده لو حالة ايه? الخطوط البيضة دي ما ظهرتش معاك. ده الحقيقة الامر هو امر هايل جدا هو ان انت ازاي تملى مساحة بصورة. خلاص? طيب الصورة دي انا جبتها ازاي? جبت الصورة دي ازاي? طبعا انت حضرتك لما تيجي تدوس اه اكس بريس تول. وتدوس اه ممكن انا select image على طول مباشرة. ادخل لدى select image. واختار الصورة اللي انا عايزها. اللي انا عايز ايه? ايه? املة بيها المساحة بتاعتها. او ان حضرتك تعمل ايه? تدوس insert. ومن insert تدوس attach. وتختار الصورة اللي انت عايزها. اوكي. والتكن الصورة دي. نقول له open. اوكي. ونخليها في اي مكان هنا. نخليها هنا في اي مكان. طبعا نحط لها scale. scale بتاع نخليه اربعة من عشرة. اهو. بقت ايه? صورة جنبي هنا ايه? حطتها اختار بيها الصورة اثناء ما اقول له select existing. يبقى انا هنا جوة ادوس super hatch. يا اما اختار ال image مباشرة او اعمل لها select existing زي ما انا عملت اه قبل كده. ده الامر super hatch. اللي هو نقدر به نملة مساحة بصورة. وده فعلا امر ممتاز جدا وجربه هتلاقيه امر هايل ومفيد جدا. سلام عليكم.